وننتقل من الطب إلى الثقافة رشيد حيث يتواصل معرض العراق الدولي للكتاب بمشاركة قرابة 440 دور نشر من 20 بلد إلى جانب مؤسسات ثقافية وفنية بالفعل وعلى هامش المعرض تقام جلسات حوارية ونقدية يشارك فيها كتاب وأكاديميون من اختصاصات مختلفة إضافة إلى أمسيات شعرية وموسيقية نحو 440 دار نشر عراقية وعربية وأجنبية ومشاركة 20 دولة في النسخة الثالثة لمعرض العراق الدولي للكتاب الذي حمل اسم المفكر العراقي هادي العلوي آلاف الكتب والعناوين والمؤلفات التي تهم القارئة ميزت هذه المسخة العراقي هو مؤقل مثقف تميز عن دول عربية ولكن لديه حب الأطلاع والمكانات كان للطلاع الكتب فهذا المعرض حقيقة هستند تلاحظ مجموعة من الطلبة مجموعة من الكبار السن مجموعة من الصغار مجموعة من المتقاعدين وبالتالي هذا المعرض بجوانب مختلفة جوانب سياسية وعلمية سأقابلك جاء دور جوانب قانونية ثمني بل أن أنا دكتور بالقانون المعرض إذن فرصة لدور النشر التي أعدت العدة لطرح نتاجاتها الأدبية والثقافية والعلمية لا سيما دور النشر العربية التي تستغل شغف العراقيين بالكتب كمشاركة هذه السنة هي مشاركة مميزة بحيث بفضل الله طبعا وصول العديد من الكتب الحديثة والكبيرة وعدة المواضيع المتخصصة بالإضافة لذلك نحن كدار نشر أردنية نقوم أيضا بالنشر والتوزيع والطباعة أيضا للمؤلفين العراقيين وبرغم حضور شرائح وسعة من العراقيين إلى أن اللافت في هذه النسخة الحضور المسوي الكبير المرأة العراقية تتردد بكسرة للمعرض خصوصا هذا العام وسؤالها واختصاص تسأل كتب الثقافية وكتب القانون وتتخلل أيام معرض الكتاب أمسيات ثقافية وجلسات نقاشية وتواقع كتب وحفلات غنائية تراثية وغيرها من النشاطات التي تمنح المعرض طابعا عراقيا مميزا مشاركة مئات دور النشر العراقية والعربية والأجنبية في معرض العراق الدولي للكتاب هي إقرار بأهمية الفعالية والحراك الثقافي في البلاد كما أن وجود ألاف العناوين والمؤلفات والكتب بين أرويقة المعرض قد حرض المهتمين على زيارته من مختلف الأعمار والمستويات الثقافية شفيق عبدالجبار العربي بغداد ومعنا من بغداد ستار محسن علي مدير دار سطور للنشر والتوزيع مرحبا بك سيد ستار في صباح جديد ونبارك لكم للعراق هذا المعرض الجديد أنت لديك دار نشر وكنت حريصا أن تشارك في هذا المعرض لماذا كان الحرص أن تشارك هذه المرة من خلال دار النشر صباحكم عربي وبغدادي من العراق اللي عيش مونديال ثقافي كما هي الدوحة اللي تعيش مونديال رياضي طبعا نحن ناشرين العراقيين مع زملائنا العرب نتهيأ لعرض الكتاب منذ فترة طويلة يعني نعمل على أن يكون حضورنا متميز بعرض نتاجاتنا ونستعد للطباعة قبل ثمانية أشهر أو أكثر معرض العراق في دورته الثالثة طبعا هذه الدورة الثالثة الأولى كانت تحت اسم مضفر النواب الكبير والثانية تحت اسم الرواء العراقي فؤاد تكرلي وهذه الدورة باسم المفكر العراقي الكبير هادي العلوي امتازت بحجم ونوعية الدور المشاركة يعني إدارة المعرض حرصت على أن تكون المشاركة نوعية والدور ذات باع طويل في مجال النشر واختياراتها ترتقي إلى مزاج القارئ العراقي والعربي ما أخفيكم سر وإلى مشاهديكم الكرام أن معرض العراق يستقطب أغلب القراء في كل المدن العراقية الثمانطعش التي تمتد من أعلى قمة الجبل إلى أبعد نقطة سيد ستاري وهي البصرة لفتني نظر يا زمن الأبيض والأسود لماذا الأبيض والأسود طبعاً إدارة المعرض في دورات هالثلاث تحرص على إدهاش المشاهد إدهاش الرواد الأسود والأبيض دائماً يذكرنا بتراثنا البغدادي بتراث العراق بالفترات المتعاقبة اللي الإنسان بطبعه يحن إلى سنواته الأولى يحن دائماً للماضي وتشاهدين آبائنا وأمهاتنا وجداتنا دائماً تشتر الماضي من باب التسلية من باب أن تستعيد مجدها فالأسود والأبيض في دورة معرض العراق في دورته الحالية هي قضية فنية قضية إدهاش على اعتبار أن العصر عصر الصورة فجوانب المعرض وخفايا تلقين تلفزيونات خديمة أستاذ ستار بين الماضي والحاضر وبين هذا الحنين للماضي بعراقته وبإقبال الشعب العراقي والعرب بشكل عام على الكتاب في تلك الفترات هل ترى أننا ما زلنا ما زال العراقيون ما زال هناك جمهور كبير للكتاب هل ترى أن ما زال هناك شيء يقال هناك محتوى ثقافي حقيقي وأن تناشر أيضاً يقدم للقراء كيف تقيم هذه الفترة علاقة الناس بالكتاب جميل طبعاً سؤالك يحوي سؤالاً مخفي أنه هل أن السباق بين الألكترون والورق لا زال على أشدة أنا أقول أن العراق والقارئ العراقي لا زال يعني يحتفظ بأهمية بالنسبة للكتاب الورقي يعني لا زال الكتاب الورقي يحظى باهتمام القارئ وإلا إحدى كدور نشر لو كان عكس ذلك عزلنا باللهجة العراقية يعني أقفلنا دورنا يعني الإقبال على أشدة والمبيعات لا بأس بيها بالنسبة لدور النشر العراقية ودور النشر المشاركة سواء كانت عربية أو أجنبية يعني قيل سابقاً أن القاهرة تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ يعني لا زال بغداد ولا زال لا زال المدن العراقية المكتبات عامرة وتقدم خدمات هالقراء ونتمنى أن تبقى دائماً عامرة وتكتب وتقرأ وتنشر يعني دائماً بغداد والعراق شكراً جزيلاً لك على هذا الحديث الشيخ مع قساية ستار محسن علي مدير دار سطور للنشر والتوزيع كنت معنا من بغداد شكراً شكراً شكراً